لطالما تصدر الوجود السوري في تركيا قائمة الملفات الرئيسية في المناوشات السياسية التركية خاصة بعد الهزات الاقتصادية التي بدأت ملامحها مع نهاية سنة 2016 وبدء تراجع قيمة الليرة التركية بشكل بطيء أحيانا ومتسارع أحيانا أخرى مرتبط بشكل أو بآخر بالتجاذبات التركية الأمريكية تقاربا وتباعدا تماشيا مع توازناتها السياسية مع النقيض الروسي وأيضا التمدد التركي كلاعب رئيسي في الملفات الدولية والسورية على وجه الخصوص في بحث لمركز الحوار السوري والذي تناول دراسات اقتصادية وأكاديمية عن اللجوء السوري المبكر تزامنا مع شن النظام لحملاته العسكرية هذا اللجوء الذي وجد في تركيا الملاذ الآمن إلى أن وصلت أعداده إلى ما يقارب ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف لاجئ أمنت لهم تركيا بتمويل ومساعدة دولية بيئة آمنة ومستقرة نوعا ما جاءت لتؤكد تراجع نسبة البطالة في مدينة غازي عنتاب من ثمانية عشر في المئة في عام الفين وسبعة إلى سبعة فاصل ثلاثة في المئة في العامين الفين وثلاثة عشر و الفين واربعة عشر الأعوام التي شهدت أكبر موجة للهجرة السورية ومع تحول تركيا من بلد عبور تجاه أوروبا إلى بلد استقرار كان على السوريين الدخول في سوق العمل التركي من مزارع وعامل بسيط إلى أصحاب أعمال وشركات خاصة في مدينة غازي عنتاب والمدن الحدودية وفي اسطنبول المدينة الأكثر جذبا وحيوية مستمرا هذا الحال إلى سنة الفين وثمان عشر التي شهدت أول تراجع كبير للليرة التركية والشعور العام باقتراب أزمة اقتصادية حقيقية في الشارع التركي وأزمة متوازية في الشارع السوري من خلال الدفع إلى تحميل السوريين معظم أسباب البطالة والتضخم والتراجع الاقتصادي والمشكلات الاجتماعية وتوجيهها إلى السوريين الحلقة الأضعف في استهداف الأحزاب السياسية وانتشار الأفكار النمطية المغلوطة ما أسهم في التوتر والاحتقان ضد المهاجرين عموما والسوريين بشكل خاص في المقابل يدرك طيف واسع من المجتمع التركي أنه من الطبيعي حدوث نوع من التنافس على الموارد إلى جانب أهمية التعاون وتبادل المصالح يتفهم الوجود السوري على أراضيه ودوره وريادته في دفع عجلة الاقتصاد ومساهماته في الاستثمار والقطاعات العقارية والسياحية والتصدير ولسيما إلى العراق وأسواق الخليج والوطن العربي لوجود عوامل اللغة والثقافة العربية